السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا حبيب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد بازن الله هيعجبك جدا في حاجات كتيرة جدا للتنظيفات وحاجات كتيرة جدا لها تريحك في البيت عمليني رايك كده واشترك في قناتي لو انت لست جديد عندي علشان بازن الله يوصلك مني كل جديد وطبعا يسعدني ويشرفني اعرف بتشوفيني من اي بلد تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة بتكلم عن ايه تعالي يا ست الكل اقولك على احسن طريقة بتنظفي بيها الحديد بتاع البلكونة بكل سهولة وانت واقفة كده ما بيخدش منك تعب ولا مجهود خالص زي ما انت شايفة طبعا الحديد متطرب خالص انت بقى طبعا كل بيت في موجود اللاكلوك او الشراب اللي بيبقى موجود مع البجامات البجامات اللي احنا بنجيبها في الشتاء بيبقى معها لكلوك او شراب بالشكل ده اي لكلوك او شراب عندك بقى هجي بيه كده وتخفيه بشوية مية وبعد انت حط عليه ندعتين بس من البريل ما تكتش بريل عشان خاطر البريل مايبقاش على الحديد زي ما انت شايف كده وهتلبسي في ايدك بالشكل ده وهتبتدي انت تنظفي الحديد وانت يوقفة كده بكل سهولة مش هياخد منك تعب ولا مجهود خالص وفي نفس الوقت هتقدري تدخلي بين الزوية اللي موجودة في الike في الحديد بكل سهولة بالشكل اللي انت شايفه ده الفكرة دي حلوة جدا وبتسهل عليك كده ان تنظيف الحديد بتاع البلكونة زي ما انت شايفة كده بتمنى الفكرة دي تعجبكم تعالوا بقى في الفكرة اللي بعد كده لو انت عندك حلل سلستين والضهر بتاعها بالشكل اللي انت شايفه ده عايزة برضو تنظفيها بسهولة من غير خلطات ومن غير مجهود هتجيب كده صنفرة وهتحطي بس النضاعتين من البرل انا هعمل نص الحلة عشان تشوفوا النص التاني هيبقى شكله عامل ازاي وزي ما انت شايفة كده هتمشي بالصنفرة على الحلة بالشكل اللي انت شايفه ده طبعا لو انت حابة ان انت تعمليها في خلطة بتحط كده طمط ماية مع لمونة طمط ماية قديمة عمدك مع لمونة مع شوية ملح وكربوناتسوجيو في ميا مغلية على النار وهتحطي الحلة اللي بتاعتك فيها هتطلع معاك زي القشطة ومش هتحتاج منك دعك خالص لو انت مش حابة تعملي الخلطات دي وحابة ان انت تعمليها كده وانت وقفة زي ما انت شايفة كده حطينا النضاعتين من البرل على الصنفرة اللي موجودة في ايدي دي بتتجمن عند اي حد بيبيع حداية دوبيات وتبتدي ان انت تمشيها عليها زي ما انت شايفة النتيجة فورية ومن غير اي تعب ولا مجهود فكرة حلوة جدا اعتمديها وبازن الله هتحبيها تعالوا بقى في الفكرة اللي بعد كده الحملات بتاعت البتجاز بتاعتنا اسهل طريقة تنظفي بيها حملات البتجاز زي ما انت شايفة كده هتجيبي حتة سلك بلدي من بتاعنا العادي خالص وكمان الفرشة اللي هي بتاعت الايد الصغيرة دي وهتبتدي ان انت تلفي السلك على الفرشة بالشكل ده انا باخس الحملات البتجاز برضو بندعتين من البريل ما بحطش اي خلطات خالص الطريقة دي بتكفي وتوفي هتحطي بقى شوية بريل كده ومية بريل اللي هو سابون سايل من من بتاع غسيل الصحون وبتبتدي ان انت تمشي الفرشة بالسلكة على الحمالة بتاعت البتجاز بالشكل ده بتنضف معاكي وبتبقى زي الفل تعالوا بقى في الفكرة اللي بعد كده لما تيجي كده تقفي تعملي بيض وبحاولي بقى ان انت تعيني اشور البيض الواحدها بالشكل ده وتسيبيها تنشف يعني كده من الليل للصبح عشان ما تبقى شطرية معاكي وتبتدي ان انت تدخلي جواها آآ الخيط بالشكل اللي انتو شايفينه ده ايوه كده تمام جدا كده بندخل كده الابنون لضم الابرة عادي خالص ونحطها في الخيط وبعدين ندخل فيها البيض بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتعملي بقى بطين تلاتة اربعة على حسب الكمية اللي عندك هي مش بتحتاج يعني كمية كبيرة ولا حاجة تمام جدا كده انا هشيك بقى الابرة من الخيط وهبتدي اجمع الطرفين بتوع الخيط على بعض بالشكل ده وكمان هقفلهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده تمام جدا كده هتجيبي بقى كده البيض اللي انتو عملتيه بالابرة ده وهتبتدي ان انتو تقطيه فوق الباب الشقة عندك زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي لو انتو عندك بيض ابيض بيض احمر مش هي يعني مش هتفرق خالص دي بقى احنا بنعملها كده ليه بنعملها كده علشان خاطر لو انت عندك براس بتدخل الشقة البورسة او الوزخ طبعا كلنا عارفينه البيض بيمنع خالص ان الحاجة دي تدخل عندك في الشقة لان طبعا بيتخيل ان البيض ده بيت تعبين فبيهرب فورا اول ما بيشوف البيض مستحيل البورسة او الوزخ يدخل عندك داني بالطريقة البسيطة السهلة دي وبقشور البيض يعني مش كلفتنا اي حاجة اول فكرة معنا ايه هي تعالوا كده لو انت عندك الباكو الشاي اللي هو اللي بيبقى كبير شوية ده وحب ان انت تحتفظ به فترة طويلة عندك من غير ما يقع منه فيقع منه الشاي اللي جواه او كمان ممكن ان هو يكرف ريحة طبعا احنا عارفين كلنا ان الشاي من السهل جدا ان هو يرقط اي ريحة جنب منه فهنبتدي كده نفتح الشاي زي ما انت شايفة وهننزل شوية كده في العلبة بتاعت الشاي تعالي بقى اقولك هنقفله ازاي علشان خطر ان احتفظ بباقي الكمية اللي موجودة فيه هتضم كده الفتحتين او الطرفين بتوع الشاي على بعض بالشكل ده وهتجيب كده ولاعة او كبريت وتبتدي ان انت يتسخني طرف واحد بس من اطراف الشاي تمام جدا كده بايدك بقى وهتبتدي ان انتي تلزقيهم في بعض كده ما تيلاقيش خالص ما بتبقاش سخنة ولا هتحس باي حرارة على ايدك بكده تقفل معاك بكل سهولة وبكل بساطة بتسيبه بقى تركنيه على جنب وبتقدر ان انتي تستخدميه تاني عادي خالص تعالي كده لو انتي عندك الدبوز بتاع الورق ده سهل جدا جدا ان انتي تلاقيه في اي مكتبة حلو جدا ومنجز هنعمل بيه لنهاردة فكرة حلوة جدا بازن الله هتعجبك وهتحللك مشكلة كلنا بنتعرض لها هنجيب كده حتة صغيرة جدا من الشمع وهنبتدي ان احنا نملى آآ فراغ من فراغ يا هي الدبوز ده بيبقى فيه فتحتين بالشكل اللي انت شايفيه ده احنا هنملى الفتحة اللي فوق بس ونسيب الفتحة اللي تحت تمام جدا كده هنسيب بقى الشمع لحد ما ينشف وممكن بقى تستبدليها للجرار بتاع آآ آآ السستة بالشكل ده لو انت عندك الجرار السستة عندك آآ وايز يعني الحتة اللي انت بتشدي منها الجرار مقصورة كده هتبتدي ان انت يتدخلي الدبوز في الجرار بالشكل ده احنا قفلنا طبعا الشمع من فوق علشان خاطر الدبوز يبقى محكم معنا وما يتفتحش معنا بسهولة وكده حلتي المشكلة دي بكل بساطة تعالوا في الفكرة اللي بعد كده لو انت عندك آآ بصلة كده موجودة عندك في المطبخ تعالي هقولك نعمل بيها فكرة بجد تحفة وهتنفعنا كمان في الصيف فكرة انا مجربوها كزا مرة وبجد فكرة تحفة جدا هنقشر كده القشرة بتاعة البصلية بالشكل اللي انت شايفه ده وهنبتدي ان احنا نجيب شوية كده من آآ القرنفل او المصمار على حسب انت بتسميه ايه في بلدك وهنبتدي ان احنا ندخلهم آآ في البصل بالشكل اللي انت شايفه ده اهو تمام جدا كده هنحط كده كمية تكون آآ محترمة كده من القرنفل ده هتستخدميه بقى الايه هتحطيه بقى يا ست الكل كده في المطبخ لو انت عندك في المطبخ هاموش او نموس طبعا لو انت بتحطي طبعة فاكهة ولا حاجة بيبقى بيتلمع ليه الهاموش اللي هو الصغير ده الفكرة دي حلوة جدا علشان خاطر تخلصك من الهاموش ده بكل سهولة تعالوا بقى في الفكرة اللي بعد كده هنحط المعجون بتاع الاسنان على السكينة بالشكل ده طب احنا هنحطه كده ليه هقولك بقى يا ست الكل الفكرة دي بجد تحفى هتحطي كده معجون الاسنان وهتبتدي ان انت توزعيه على السكينة بالشكل ده هنحتاج حتة صغيرة جدا من معجون الاسنان مش لازم الكمية اللي انا حطيتها دي هتحط كمية صغيرة جدا من معجون الاسنان وبعدين هجيبي اي طبق عندك صيني او ممكن كمان كباية صيني وتبتدي ان انت تمشي السكينة على الطبق بالشكل اللي انت شايفها ده فكرة حلوة جدا جدا مش هتعرفي هي حلوة قد ايه غير لما تجربيها وبجد لما تجربيها هتنبهر من النتيجة اللي انت هتشوفيها طبعا دلوقتي هوريكي عملي قدام عينيك بعد ما عملنا السكينة في معجون الاسنان في في الطبق بالشكل ده تبتدي ان انت يتمرريها على الطبق كده هوريكي طبعا دلوقتي النتيجة قدامك همسح كده بس السكينة بالمنديل عشان هوريكو آآ لمعة السكينة وازي السكينة تسنت معانا وبقت عاملة زي الموس هاخسل السكينة بقى وبوريكو تجربة كده عملي قدامكو الخيارة بتتقطع معايا بكل سهولة حتى من غير ما روح واجع عليها بسانية كده بجد فكرة حلوة جدا وبتخلي السكينة حمية زي الموس لو عندك بقى معصة سكينة اي حاجة ممكن تسنيها بالطريقة دي بكل سهولة ومع السلامة